لكن في جميع الأحوال عندنا كلام كتير على منتخب مصر وما فيش حد النهاردة بيتكلم غير على الاسم الفني للمدير الفني اسم المدير الفني اللي هتولى المسؤولين طبعا كلام كتير جدا على مرحلة كابتن حسام البدري تختلف تتطفق تشوفه قرار تأخر كتير جدا تشوفه أنه الراجل كان يستحق يكمل أو ياخد فرصته بما أنه على مستوى النتائج لم يخفق لكن الحقيقة فيه شواهد كتيرة جدا بتقول المنتخب كان بيعاني وأنه كان فيه مشاكل على وشك أنها تتحول لأزمات وبان ده في أكتر من لقطة وأكتر من مشهد فيه تحديدا في المباراة الأخيرة أمام الجابون المباراة كانت الحقيقة في منتجه سوق من ناحية المنتخب المصري وأعتقد أنه الجابون ما كانتش حتى متوقع أنه المنتخب يظهر بالشكل ده يعني بداية المباراة تقول أنه الجابون جاي عشان تطلع بنقطة قدام منتخب مصر ففجأة أنها لا الحقيقة ممكن تطلع بالتلات نقاط وليه لا وده اللي حصل الحقيقة وشوفنا وجه نتمنى بقى أنه ما نشوفوش تاني يعني أعتقد أنه المصريين مش في حمل أنه هم يشوفوا هذا الضعف وهذا التراجع في المستوى والأداء في مباراة تانية كلام على طبعا الموديل الفني اللي هتولى المسئولية كل المصريين رايحين لمدير فني مصري يعني لما تسمع أو تتفرج على الناس اللي بتتكلم كورة والصفحات والجماهيرة كلهم الحقيقة بيتكلموا وما فيش غير اسمين يمكن مطروحين على الساحة حسام حسن اللي أصبح بين قصين أعتقد يعني مطلب جماهيري أعتقد أنه أغلب الجماهير في مصر النهاردة شايفة أنه حسام حسن رجل مرحلة وفي ناس ثانية بتشوف أنه إيهاب جلال لابد أن ياخد فرصته وبالمناسبة اللي يرجع بالذاكرة للورا يفتكر أنه إيهاب جلال كان مرشح في نفس الفترة اللي كان مرشح فيها كابتن حسام البدري ولكن تم الاستقرار وتم اختيار حسام البدري الاسمين دول أنا بقول لحضراتكم بنسبة 90% بوعات كل البعد ما لم يجد في الأمر شيء جديد يبقى فيه تعليمات من جهات عليا يبقى فيه توجه من الدولة أنه مدير فني مصري يتولى المسئولية لكنه ده السيناريو الأنسب يعني لما تيجي تقسها النهاردة طب مدير فني أجنبي مين مين النهاردة مشتغال يعني مين مدير فني جيد مش متولي مسئولية منتخب أو متولي مسئولية نادي مع أنه الموسم بدأت تقريبا في معظم دول العالم ومع أنه كل المنتخبات رتبت ورقها وزبطت نفسها حشان تصفيات كاس العالم فمين مدير فني ممكن مبدئيا يبقى متاح الأهم والأصعب من ده من مدير فني ممكن ييجي تولى المسئولية في التوقيت ده وانت عندك أربع مطشط في المنتهى الأهمية في خلال ستين يوم هيجي إمتى ويذاكر إمتى ويختار إمتى ويتابع العيبة إمتى ويحط فكره وبصمته وتشكيله إمتى النقطة الثانية بعيدا عن الاسم الحقيقة بشوف إلا بقى يعني بس استكمالا لجزئة مدير فني أجنبي إلا لو هتجيب مدير فني أجنبي من مصر من واحد من الأسماء اللي موجودة أو بتتولى مسئولية أندية مصرية ممكن يبقى فاهم ممكن يبقى عارف شايف يقدر ياخد النس ويحاول يعمل حاجة لكن الأوقع والأكتر منطقية إنك أنت تروح لمدير فني مصر النقطة الثانية الحقيقة هي هل يكون مدير فني لمرحلة لجزء من الوقت ولا أنت جايبه عشان يكون لكل الوقت وفي الحالتين الحقيقة السيناريو صعب جدا يعني فكرة التباديل والتوفيق في موسم أنت عندك فيه أو في سنة تتكلم في تقريبا سنة أو كم شهر هتلعب فيه تصفيات كاس عالم هتلعب فيه كاس عرب هتلعب فيه دورة أمم أفريقية هتلعب فيه في نهاية الموسم كاس عالم فإمتى ممكن تعمل كل ده